اشتركوا في القناة الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في هذا اليوم في حديثين شريفين من كتاب الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه وهذان الحديثان يرتبطان بصفات ذاته سبحانه وتعالى وقد ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى له صفات ذاتية هي عين ذاته لا فرق بينها وبينه سبحانه وتعالى فالحياة ليست صفة زائدة على ذاته بل هي عين ذاته والعلم ليس صفة زائدة على ذاته بل هو عين ذاته وهكذا سائر صفات الذات ولكن المشكلة أن الإنسان حيث إنه يألف المخلوقات فلذلك يشبه الله سبحانه وتعالى بتلك المخلوقات ولذا الإنسان في بداية الأمر كثير منهم كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يصورون هذه الأصنام وينحتونها بشكل صور بشرية لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يتعقلون إلها على غير هذه الصورة ولذا في البداية بعضهم نحتوا صورا كتمثال للإله ثم أحفادهم زعموا أن نفس تلك الأصنام هي الآلهة وهذا في بعض الأقوام ولذا نجد أن مثلا بني إسرائيل على رغم أنهم ذرية الأنبياء وعلى رغم ما شاهدوه من معاجز على يد موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وهؤلاء بمجرد أن عبروا البحر وقد شاهدوا الآية العظمى في فلق البحر وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم طريقا في البحر يبسا لا يخافون دركا ولا يخشون مع ذلك بمجرد أن وصلوا إلى قوم يعبدون صنما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فنهاهم موسى عليه الصلاة والسلام ولما ذهب إلى الطور لمناجاة ربه وكان الميعاد ثلاثين يوما فأضيف إليه عشرة أيام أخرى تصوروا أن موسى قد مات أو أنه غاب فأضلهم السامري وصنع لهم من حليهم عجلا له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي ولكن المشكل أن الإنسان عادة يألف المحسوسات وأما المغيبات عن المحسوسات فلا يألفها ولذلك يشبهها بالمحسوسات فهؤلاء عبادة الأصنام بفطرتهم كانوا يدركون أن لهم ربا ولكن لقصور عقولهم كانوا يشبهون ذلك الرب بسائر ما أحسوه فلذلك هذه الحالة استمرت استمرت والمسلمون حينما نزل القرآن الكريم باللغة العرب والرسول صلى الله عليه وآله بين القرآن لهم وبين معاني القرآن بعد ذلك بعد الرسول صلى الله عليه وآله حينما أزاحوا أهل البيت الذين هم عدل القرآن الكريم في الحديث المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله إني تاركم فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعطرتي أهل بيتي حينما أزاحوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تصدر الأمر ناس هؤلاء كثير منهم لم يكونوا يدركوا المعاني الحقيقية للقرآن بل بعضهم كانوا بالأساس من أهل الكتاب فأشرب في قلوبهم معاني التوراة المحرفة والإنجيل المحرف فجاءوا يفسرون القرآن على طبق ما في تحريفات التوراة والإنجيل ثم حدثت المذاهب وكان كثير منها من صنع الحكومات الجائرة والسلاطين الجائرين فلذلك أيضا نفس الحالة أجروها بالنسبة إلى تفسيرهم له مجموعة من الآيات القرآنية فجسموا الله سبحانه وتعالى وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرة ولحد الآن هؤلاء المجسمة موجودون وآثار ذلك التجسيم موجود يعني إذا أنت رأيت الوهابيين هؤلاء مجسمة يعتقدون بالتجسيم الحقيقي وإن كانوا يموهون على بعض العوام ببعض التعبيرات لكن في الحقيقة هؤلاء يجسمون الله سبحانه وتعالى ويفسرون الآيات المتشابهة بدون الرجوع إلى الآيات المحكمة يعني مثلا آية يد الله فوق أيديهم هذه آية من الآيات المتشابهة والمراد من اليد القدرة هنا يعني الله سبحانه وتعالى أقدر منهم وهم عاجزون والله سبحانه وتعالى هو القادر تركوا الآية المحكمة التي هي ليس كمثله شيء وتمسكوا بتفسير خاطئ للآية المتشابهة وهناك بعض المسلمين هؤلاء قد لا يعتقدون بالتجسيم ولكن آثار التجسيم موجود في كلامهم مثلا الأشاعر قد لا يعتقدون بالتجسيم ولكنهم يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة وهذا أيضا من آثار أولئك الذين فسروا القرآن تفسيرا خاطئا وتفسيرا غير صحيح يعني فسروا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالنظر بمعنى الرؤية مع أن هذه آية متشابهة والآية المحكمة هي لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير وقد ذكرنا فيما مضى بحث الرؤية واستحالتها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بشكل مفصل فمن آثار هذا التجسيم أنهم حينما رأوا الإنسان ينظر بعينه ويسمع بأذنه حواس الإنسان متعددة أدوات تلك الحواس أيضا متعددة نفس هذا الأمر أجروه بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فتصوروا أن الله سبحانه وتعالى يرى بغير ما يسمع ومعنى ذلك أنهم جسموا الله سبحانه وتعالى وقالوا له أجزاء زعموا أن له أجزاء بجزء منه يرى وبجزء آخر منه يسمع كالإنسان يرى بعينيه ويسمع بأذنيه مع أن السمع والبصر في الله سبحانه وتعالى بمعنى العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات لأنه البصر في الإنسان معنى ذلك هو انتقال النور من الجسم إلى عين الإنسان يعني احنا عندما نرى نحن حينما نرى كيفية البصر عندنا هكذا أن النور يصيب الأجسام فيرجع هذا النور فهذا شعاع النور يدخل في بصر الإنسان في عين الإنسان ثم العين تحول هذا الإشعاع إلى أمواج عبر شبكة الأعصاب عبر شبكة الأعصاب تنتقل تلك الأمواج إلى الدماغ إلى مخ الإنسان فمنطقة الرؤية في مخ الإنسان تشاهد فالإنسان يرى وكذلك السمع هناك أمواج صوتية هذه الأمواج الصوتية تدخل في أذن الإنسان صماخ الإنسان يتحرك تتولت أمواج صوتية هذه الأمواج الصوتية عبر شبكة الأعصاب تنتقل إلى الدماغ النقطة التي تسمع من الدماغ فلذلك الإنسان يسمع ويشعر ويحس بالمسموعات وليس الله سبحانه وتعالى كذلك تعالى الله عن ذلك أن نقول بأنه نور الأشياء ينتقل إلى ذات الله سبحانه وتعالى أو الأمواج الصوتية تنتقل إلى ذات الله سبحانه وتعالى فتدخل فيه كما تدخل تلك الأمواج الصوتية في أسماعنا في آذاننا والأمواج الضوئية في أعيننا تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لكن الإنسان لأنه يألف المحسوسات وكل ما يشعر به بالحواس هو من هذا القبيل يعني حتى الحيوانات الأخرى بهذا القبيل ترى وبهذا القبيل تسمع فلذلك يقيس الله سبحانه وتعالى على نفسه وهنا خطأ منهجي وسببه قصور الفكر وقصور العقل عن إدراك هذه الحقائق فلذلك في هذا الحديث الشريف وهو أول أحاديث هذا اليوم يقول محمد بن مسلم وهو من ثقات الأصحاب ومن فقهائهم يقول سألت الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر يعني أداة السمع عنده غير أداة البصر ويبصر بغير الذي يسمع هذا توهمهم تشبيها لله سبحانه وتعالى بخلقه زين هذا الكلام فيه تشبيه وليس كمثله شيء الشيء الثاني يتضمن القول بأن الله سبحانه وتعالى مركب والمركب يحتاج إلى أجزائه والله سبحانه وتعالى الغني المطلق لا يحتاج إلى شيء يعني نحن الآن لنا عين نحتاج إلى عيننا لكي نبصر لنا أذن نحتاج إلى أذننا لكي نسمع وهكذا لنا يد نحتاج إلى يدنا لكي نزاول الأشياء وهكذا سائر الأعضاء الإنسان يحتاج إليها فالإنسان محتاج إذا قلنا بأنه سبحانه وتعالى مركب قطع النظر عن الأدلة العقلية على استحالة التركيب فالله سبحانه وتعالى قطع النظر عن ذلك هناك دليل آخر على استحالته وهو أنه إذا قلنا بأنه مركب معنى ذلك أنه يحتاج إلى هذه الأجزاء فجعلت الله محتاجا وهو سبحانه وتعالى يتعالى عن الاحتياج الاحتياج صفة نقص والله منزه عن ذلك بل الاحتياج صفة الممكن والقديم لا يمكن بل لا يعقل أن يكون محتاجا فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام في رد هذا الكلام من هؤلاء ماذا قال؟ قال كذبوا وألحدوا وشبهوا تعالى الله عن ذلك الإمام يصف كلامهم بثلاثة أمور بل يصفهم بهذه الأمور الثلاثة أولا كذبوا هذا الكلام كذب والكذب على نوعين مرة الكذب هو مخالفة الاعتقاد ومرة الكذب هو مخالفة الواقع يعني مرة أنا أعتقد بأنه الآن ليل فإذا قلت بأنه الآن نهار هذا الكلام يخالف اعتقادي فيكون كذبا حتى إذا كان مطابقا للواقع مثلا المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله كلامهم نشهد إنك لرسول الله لم يكن متطابقا مع اعتقادهم لأنهم لم يكونوا يعتقدوا بأنه رسول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لماذا كاذبون؟ مع أن كلامهم مطابق للواقع والله يعلم إنك لرسوله لماذا هم كاذبون؟ لأن كلامهم يخالف اعتقادهم وإن كان هذا الكلام متطابقا مع الواقع هذا النوع من أنواع الكذب؟ النوع الآخر من أنواع الكذب هو الكلام الذي لا يطابق الواقع حتى إذا طابق اعتقاد القائل يعني إذا واحد يعتقد بالصنم بأنه إله حتى إذا كان جاهلا ببطلان كلامه إذا قال بأن هذا الصنم إله فهو كاذب لماذا؟ لأن كلامه لا يطابق الواقع حتى وإن كان هذا الكلام يطابق الاعتقاد هؤلاء الذين قالوا بأن الله يرى بغير ما يسمع كذبوا لأن كلامهم مخالف للواقع بل كثير منهم بفطرتهم يدركون بطلان هذا الكلام فيخالف أيضا ما يعلمونه واقعا فإذن هؤلاء كذبوا ثانيا وألحدوا الإلحاد بمعنى الزيغ بمعنى الانحراف عن الواقع مادة اللحدة بمعنى الانحراف هؤلاء ألحدوا انحرفوا عن الواقع كما يقول سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه يعني ينحرفون عن الواقع في أسمائه فيسمون الأصنام بأسماء الله سبحانه وتعالى فهؤلاء ألحدوا يعني انحرفوا وزاغت قلوبهم عن الواقع وشبهوا يعني شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات بالمخلوقات يتضمن كلام الإمام عليه الصلاة والسلام الإشارة إلى الدليل العقلي وإلى الدليل النقلي كذبوا يعني كلامهم مخالف للواقع هذا إشارة إلى الدليل العقلي بأن الله سبحانه وتعالى ليس مركب وشبهوا إشارة إلى الآية الشريفة القرآنية ليس كمثله شيء فإذن تعالى الله عن ذلك الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يكون شبيها بالمخلوقات الله سبحانه وتعالى أجل من أن يحتاج إلى أجزاء لكي يسمع ولكي يرى وإنما السامع والبصر في الله سبحانه وتعالى بمعنى العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات وهذا عين ذاته سبحانه وتعالى وهذه الصفقة قديمة لأنها عين ذات الله سبحانه وتعالى لذلك الإمام يقول إنه سميع بصير يسمع بما يبصر يعني بذاته لا بآلة ويبصر بما يسمع زين هنا محمد بن مسلم يكرر السؤال بطريقة أخرى نقلا لكلامهم قلت يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه يعني يقولون بأنه خلاف هذه الطريقة أنه يرى بغير ما يسمع ويسمع بغير ما يرى هذه غير متعقلة غير معقولة ونحن قد ذكرنا فيما مضى أنه ما نعتقده في الله سبحانه وتعالى هذا لا يخالف العقل وكل شيء يخالف العقل باطل العقل الصحيح الذي هو عقل وليس تمويهات وليس أوهام تبين بمعنى أنها عقل لماذا؟ لأن العقل هو حجة الله الباطنة والله سبحانه وتعالى كما جعل حجة ظاهرة وهم الأنبياء والأوصياء كذلك جعل حجة باطنة هي العقل ولا الإنسان كيف يعلم بأصل وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق عقله كيف يعلم بصدق مدعي النبوة عن طريق عقله حينما يشاهد المعجزات عقله يدله على أن هذا المدعي للنبوة صادق وليس كاذبا إذن العقل حجة الله الباطنة لا يمكن أن يكون شيء يخالف العقل وهو صحيح فهؤلاء أرادوا أن يستدلوا بهذا الكلام يقولون نحن الذي نتعقله هو أن الموجود السامع الرائي يرى بغير ما يسمع الجواب على هذه الشبهة هو أنه تارة الشيء يكون مخالف للعقل وتارة لا يكون مخالف للعقل وإنما العقل يقول أن ذلك ممكن لكن أنا لا يمكنني أن أتصور ذلك الشيء لا يمكنني أن أصل أصل إلى كنه وحقيقة ذلك الشيء وهذا ليس خلاف العقل وإنما هذا يدل عليه العقل لكن تصور حقيقته يعجز العقل عنها وهذا أمر معقول كما ذكرنا فيما مضى الآن أنت خاطب عقلك هل هناك شيء باسم الكهرباء موجود؟ نعم جزيلا اسأل عقلك ما هو حقيقة الكهرباء؟ يقول لا أدري وإنما أنا أعرف الكهرباء عن طريق آثار الإضاءة التدفئة التبريد وما إلى ذلك نسأل العقل هل هناك فرق بين الحي والميت؟ يقول نعم فرق بين الحي والميت ما هو الفرق؟ الفرق بالروح الميت لا روح له الحي له روح نسأله ما هي حقيقة الروح؟ يقول لا أدري أعلم بوجود الروح لكن لا أعلم بحقيقة تلك الروح لماذا؟ لأن العقل إنما يدرك الأشياء بالعلم لذلك الآن مثلا الصناعات الدقيقة جدا العلوم الدقيقة جدا إذا أنت تعرضها على أمي هذا الأمي بعقله لا يقول إن هذه العلوم الدقيقة هي أمور باطلة لأني لا أدركها وإنما يقول هذه علوم أعلى من مستواهي لأنه إدراك تلك العلوم بحاجة إلى معرفة وهذه المعرفة غير متوفرة في هذا الأمي زيان نحن نأتي إلى عقولنا هل وجود شيء هذا الشيء ليس بجسم ويختلف عن الأجسام في رؤيته في سمعه هذا محال العقل يقول ليس بمحال زيان نقول لهذا العقل إن الخالق ليس مادي ولا يشبه مخلوقاته فيسمع بما يرى ويرى بما يسمع يعني يسمع بذاته ويرى بذاته بمعنى علمه بالمسموعات والمبصرات هل هذا خلاف العقل؟ لا ليس هذا خلاف العقل قد واحد لقلة علمه لا يدرك هذه الحقيقة لكن لا يمكنه أن ينفيها زيان نقول ما هي حقيقة تلك الذات؟ يقول لا أدري لأن حقيقة تلك الذات فوق مستوى العقل وفوق مستوى الفهم ولذلك حينما تناقش مثلا أنت نصراني عن التثليث كيف يعقل أن يكون الشيء واحدا وفي الوقت نفسه يكون ذلك الشيء ثلاثا هم للتهرب عن الإجابة على هذا الأمر يقولون أن هذا الأمر فوق العقل نقول لا ليس فوق العقل هذا خلاف العقل العقل يدرك أن التناقض محال العقل يدرك أن الواحد لا يعقل أن يكون ثلاثة إلا إذا كانت تلك الثلاثة أجزاء لذلك الواحد ما يخالف؟ إذا الشيء مركب من ثلاثة أجزاء تقول أنه ثلاثة أجزاء شكلت شيئا واحدا والنصارى لا يقولون بأن الله مركب من ثلاثة أجزاء جزء هو الأب وجزء هو الإبن وجزء هو روح القدس وإنما يقولون هي ثلاثة وفي الوقت نفسه هو واحد هذا الأمر يدرك العقل بطلانا أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون ثلاثة لأن هذا تناقض فكلامهم يخالف العقل أما أنت تقول بأن الخالق ليس بجسم هذا لا يخالف العقل وأنت تقول بأنه عالم بالمسموعات وعالم بالمبصرات ولكن ليس بآله ليس بوسيلة هذا لا يخالف العقل فحسب بل هو يتفق مع العقل لأن العقل يدرك بأن الخالق لا يمكن أن يكون محتاجا وإذا كان مركبا يكون محتاجا فإذا رأى بغير ما سمع معنى ذلك أنه مركب والتركيب العقل يدرك بطلانه إذا كان ذلك العقل مشفوعا بالعلم ذكرنا أنه بعض الأحيان العقل لا يدرك بعض الحقائق لعدم العلم فإذا علم يدرك تلك الحقائق لذا محمد بن مسلم يسأل الإمام في هذا الحديث قلت يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه فقال تعالى الله إنما يعقل يعني يتوهم يتصور ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك أنت لا يمكنك أن تتوهم الله سبحانه وتعالى في ذهنك لأن كل شيء يجي في ذهنك إنما هو شبيه للمخلوقات والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في بداية هذا الحديث الإمام يذكر القاعدة العامة الإمام في صفة القديم وهو الخالق قال إنه واحد ليس إثنان صمد يعني غير محتاج أحدي المعنى أحد يعني ليس له أجزاء الفرق بين الواحد والأحد هو أن الواحد ما لا ثانية له يعني لا شريك له الأحد لا جزء له الله سبحانه وتعالى ليس بمركب واحد لا إثنان وقد ذكرنا فيما مضى تفصيل دليل التوحيد من العقل وصمد غير محتاج لأن المحتاج يحتاج إلى من يكمل نقصه فإذا ذلك الذي يكمل نقصه ويرفع نقصه كان قديما فهو ذلك يكون الرب وإذا لم يكن قديما يعني يكون مخلوقا لهذا المحتاج ففاقد الشيء لا يعطيه كيف يكون الخالق يخلق شيئا وذلك الشيء له صفة لا توجد في ذلك الخالق ثم ذلك المخلوق يعطي تلك الصفة إلى ذلك الخالق وهذا أمر محال وكذلك التركيب يستلزم الاحتياج وتعالى الله سبحانه وتعالى عن الاحتياج نترك الحديث وتتمت الحديث إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر